اهلا بحضراتكم في هذه التغطية ادنى البيان الختمي للقمة العربية في نسختها 33 التي استضافتها مملكة البحرين عرقلات اسرائيل لجهود وقف اطلاق النار في قطاع غزة وسيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح كما شدد في الوقت نفسه على دعم حقوق مصر والسودان في مياه النيل استنكر البيان الختمي امعان قوات الاحتلال على توسية عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية من العواقب الانسانية الكارثية لذلك تابع ندين سيطرة الكوات الاسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع مما ادى الى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الانسانية وفقدان سكان غزة من الشعب الفلسطيني لشريان الحياة الرئيسي ونطالب اسرائيل هذا الصدد بالانسحاب من رفح وذلك من اجل ضمان النفاذ الانساني الامن ايضا اكد البيان الختمي ان الموقف العربي الثابت والدعم للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة ورفضنا القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخل ارضه او الى خارجها باعتباره خرقا واضحا للقانون الدولي سنتصدى له جماعيا ونؤكد اداناتنا الشديدة لجميع الاجراءات والممارسات الاسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق وتحرمه من حقه في الحرية والدولة والحياة وايضا الكرم الانساني الذي كفلته القوانين الدولي وتبع البيان الختمي نجدد موقفنا الثابت ودعوتنا الى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية ونؤكد دعوات فخمة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين لعقد مؤتمر دولي للسلام واتخاذ خطوات لا رجعت فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وايضا قبول عضوياتها في الامم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم وضمان استعادة كافة الفقوف المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير وتمكينه ودعمه طلب البيان الختمي المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الامن التي صدرت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة بما فيها القرار 2720 ونحث كبيرة منسق الامم المتحدة للشؤون الإنسانية على الإسراع بإنشاء وتفعيل الألية الأممية التي نص القرار على إنشائها داخل قطاع غزة وذلك لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وأيضا التغلب على كل العرقيل التي تفرضها إسرائيل أمام دخول المساعدات بالكم الكافي للاستجابة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع أيضا دعا البيان إلى تنسيق جهد عربي مشترك لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل عاجل وثوري بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة وفيما يتعلق بوضع القدس ذكر البيان الختمي نشدد على قدسية مدينة القدس المحتلة ومكانتها عند الأديان السماوية نرفض وندين كل المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تهويد القدس وتغيير هوياتها العربية الإسلامية والمسيحية وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفي مقدساتها وإذن توفير الحماية للأماكن المقدسة في بيت لحم وعدم المساس بهوياتها الثقافية وقدسياتها الدينية ونؤكد دعمنا الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية المسيحية في القدس ودورها في حماية هوياتها العربية الإسلامية والمسيحية ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها أيضا أكد البيان على دعمه ودعم الدول العربية دور رئاسة لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس برئاسة جلالة الملك محمد سادس ملك المملكة المغربية وعرب البيان الختمي لقمة البحرين عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكساته على الأمن والاستقرار الإقليمي وندعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وزيادة حدة الثوتر ونطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين والعمل على تنفيذ قراراته المتعلقة بالوقف الدائم لإطلاق النار في غزة والحيلولة دون تفاقم الأزمة وتوسع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط أيضاً أضف البيان ندعو إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين ونشدد على ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية وإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والمتواصلة الأراضي وذلك على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية أيضاً إنهاء أي تواجد للاحتلال على أرضها مع تحميل إسرائيل مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في قطاع غزة في سياقنا متصر رحب البيان الختمي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة من أمم المتحدة بتأييد من 143 دولة كما دعا البيان كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحليل الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وتوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة لتكريس الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة أيضاً أكد القادة العرب بحسب البيان الختمية على أهمية استمرار اللجنة الوزرية العربية الإسلامية المشتركة في جهودها المستهدفة ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف مواطن فلسطيني وحشد موقف دولي داعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق بالعيش بأمن وأمان وحرية في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني ونشكر اللجنة على جهودها على الساحتين الإقليمية والدولية إذن كان هذا هو البيان الختمي للقمة العربية في نسختها الثلاثة والثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين ومستمرين في تعطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا من زينا من حضرت